رامز مريض نفسي هو الاسم المؤقت لبرنامج رامز جلال اللي هيقدمه في شهر رمضان عشرين واحد وعشرين ايه بقى فكرة البرنامج ومين ابرز ضحايا او ضيوفه اجرهم قصة الموضوع كل الحدوتة تعال اقول لك عمي فكرة برنامج رامز مجنون رسمي بتقوم على دعوة ضيف لزيارة احد احدى القصور الاسارية باحدى الدول العربية اول ما بيوصل الضيف فريق عمل البرنامج بيتكلم معاه عن القصر وان هذا القصر كانت تسكنه الاشباح وانه هو يعني ليه قصص مسحورة حدثت داخل القصر وفيه بعض القوة العليا او القوة الخارقة اللي كانت بتحصل او بتكون موجودة وبيشعر بيها كل من يزور القصر وفجأة وهو موجود النور بيقطع وبعدين النور بيرجع تاني على اساس يعني ان الضيف يترعب شوية او يدخل يعني في موت بقى الخوف وبعدين النور بيرجع تاني على اساس ان خلاص الموضوع فيه طمأنينة وان هو مش مقلب طيب ايه بقى هو ده كله عبارة عن تمهيد للي هيحصل في الضيف بعد كده من مقلب كبير جدا بيكون بطل رامز ايه بقى المقلب اللي هيحصل؟ تعال اقول لك عليك النور لما بيرجع تاني هم فريق عمل البرنامج بيقولوله اتطمن ما فيش اي حاجة خالص على اساس يعني ان هو ما يحسس او ما يعرفش ان ده مقلب قال يعني هو ما كانش يعرف المهم بعدها بيسقط في مكان مظلم جدا وبيسمع بعض الاصوات الغريبة اللي هي تشبه التلاصم السحرية او التلاصم الخاصة بعالم الجن والى اخر ويعني وبعدين فجأة بيظهر يعني شبح او اه يعني مجسم غريب جدا على شكل جن او او الى اخر وبيحاول ان هو يرعب الضيف ويوقف له قلبه وحاجات كده وحالة من الرعب وفجأة بيظهر عم رامز هو بقى رامز اللي عمل هذه القصة يعني وفي النهاية خالص اه بياخد الضيف في حدنه ويقول له ما فيش اي حاجة خالص والقصة كلها اه كانت هزار طيب مين بقى اه ابرز الضيوف ومين اللي ساعد رامز في ان هو يوقع بضحايا وايه قصة ان البرنامج اصلا يعني مفابرك او مش مفابرك فتعالى اقول لك على كل الحدودة وكل اللي انت عاستعرف الاعلامية السعودية لوجين عمران هي اللي بتساعد رامز في الاقاع بضحايا انت كده حيارتنا يعني البرنامج مفابرك ولا مش مفابرك هقول لك القصة باختصار شديد جدا وبكل حيادية بعض النجوم الكبار اللي بيتم تصوير معهم احدى الحلقات في برنامج رامز جلال بيكونوا على علم كامل بالمقلب لان اكيد رامز جلال واكيد المنتج عبدالله بالفتوح مش هيغامر بان هو يصور حلقة مع نجم كبير زي احمد ساقق او هينيدي او مصطفى شعبان او غيره من النجوم الكبار من غير ما يقول له تفاصيل المقلب ايه لانه ممكن يكون متفق معه على اجر كبير جدا ومضيين عقد وفعلا النجم خد الفلوس على اساس ان هو رايح ضيف في برنامج حواري او حواري يعني وبعدها بيتفاجئ ان هو مقلب فممكن الضيف يعترض ويقول لا معلش سوري ما تزعوش الحلقة وقتها هيكونوا هم هيتحملوا تكلفة كبيرة جدا الخاصة بالاجر والنقل والطيران والاقامة ووالى اخره علشان كده كل الضيوف الكبار ولازم تكون متأجد بنسبة مليار في المية ان اي نجم من النجوم الصف الاول الكبار جدا حضر او بقى ضحية من ضحايا رامس جلال ان هو على علمي اما بتفاصيل المقلب كلها او على الاقل عارف ان هو رايح لرامس جلال عشان ينفس فيه مقلب لكن اكيد لو ضيف من الضيوف الفنانين الشباب يعني مثلا هيظهر السنادي اسلام ابراهيم وزينة بغريب في برنامج رامس جلال وكذلك عمر كمال اكيد هيكونوا مش عارفين لان هم بيروحوا وحبين ان هم يظهروا مع رامس جلال او مش هيعترضوا لما رامس جلال يكشفلوهم عن شخصيته وفي الاخر وفي النهاية ده شهرة وانتشار لهم على مستوى الوطن العربي كله في نفس الوقت فلوس حلوة طيب من ابرز ضيوف السنادي هتكون موجودة نرمين الفئي احتمال يكون احمد السقا وبقول احتمال لان هو رامس نفسه كان بيدعو احمد السقا بنفسه ان هو يحضر معاه وبالمناسبة كمان رامس جلال كان بيتصل ببعض الشخصيات وبعض الفنانين عشان يظهروا معاه في البرنامج في منهم اللي كان بيعتذر زي صلاح عبدالله اللي قال له انا حالة الصحية وظروفي لا تسمح ان انا اظهر معاك والمرمطة والمخمضة اللي في الحلقات ديت انا ما اقدرش عليها كذلك محمود حميدة رامس جلال اللي كان بيدعو بنفسه وظهر معاه السنة اللي قبل اللي فاتت او من ثلاث سنين هنرجع تاني من الضيوف اللي موجودين والابرز احنا قلنا ان درمين الفئة هيكون موجود كمان سمال خشاب علي ربيع فرجان اساسي وكمان من الناس اللي موجودة اعتقد كمان هيكون عمر سعد من الناس اللي موجودة ومحمد انور نجم مصرح مصر وزي ما قلنا اسلام ابراهيم ومحمد الشرنوبي في النهاية برنامج رامس جلال هو برنامج كوميدي ساخر فكاهي مقلب يعني سميه زي ما تسميه لكن هو اصبح من ايقونات رمضان اللي الناس بتتفرج عليه الناس بتسترناه سواء انت اعترضت او قبلت الفكرة هو بقى موجوده بيننا حاول ان انت تستمتع وحاول ان انت تتبسط حتى لو انت عارف ان هو مش معالب والناس عارفة كنت معاكم خالد شاهين وان شاء الله حلقة جديدة من تعالى اقولك الاسبوع اللي جاي على موجود بزيتو السلام عليكم